اشتركوا في القناة لهذا الطلب انه صار فيه كسر او صار فيه اعتداء من قبل مجهولين على خط ناقل مياه الديسي موجود في منطقة الجفر فهذا الاشي يطلب انه رح يوقفوا ضخ المياه كليا على مناطق مثل عمان محافظات الشمال والزرعة هم هذا الاشي مضطرين يسووا يوقفوا الضخ هيمكن يمروا اسبوع هذا من بارح قطعوها لحتى يوم الخميس ممكن يصير صعب شوي ممكن تناطع الماء كليا عن بعض مناطق بس مشكلة احنا شعب اردني قوي تخطينا كتير عوائق وصعوبات وبالتالي نشوف موضوع سيكون ان شاء الله بيعدي على خير ومنه احنا عم نطلع عليه من نظرة ايجابية انه من خلق من ريح حالنا من التعزيل والضب وهاي الأشياء خلال هالأسبوع حلو يعني بس هلأ بنتشرت كمان كتير تعليقات مضحكة واستهزاءات ونفر الشعب من من أسلوب التوصية بل لا تستخدم لكنهم متضرون هو شيء خارج عن إرادتهم طبعاً لازم نتماشى مع هذه الأمور يعني هلأ أنا معك بس لكي نكون يعني عم نوصل لصورة صحيح هناك جهات بتقولك هناك إشعات انتشرت أقويل حوال مصدر يعني مصدر توقف المياه لهذا الأسبوع وفيه يعني جهات الجهات الرسمية نفت هذه الإشعات يعني يعني من مصادر غير موثوقة من مصادر غير موثوقة ونظل على المصادر الموثوقة والجهة الرسمية ونقول لنا نصبر الناس اللي علقوا عليه أكتر شي هو موضوع لازم نحاسب الناس المسؤولون عن هذا وكما شغلة فيه ناس علقوا وإنه طبع ليش مدة تصليح هذا العطل سيضله لمدة أسبوع كامل يعني شركة كبيرة وشيء زي هيك لازم يعني صلحوها في وقت أسرع يعني بسمع ليش نتحمل لها الفترة نتحمل ماذا رأينا؟ يعني يعني بالنهاية بإجراءات احترازية بلعش نغسل وجهنا لأسبوع أوه مثلا مش مشكلة مسح لا مش مضمض شوية يعني يعرفت كيف بلعش نتحمم مثلا يعني ترشيد استهلاك المياه بطريقة محترفة هذه الأسبوع ما هو يرى هلأ بما أنه يعني أسلوب الوصاية أنا معالية أسلوب الوصاية هذا كويس بما أنه يعني فيه نوع من أنواع المسؤولية منكم تجاه الشعب أظن كان لازم يكون فيه حل بديل بشكل أسرع ويزع لنا تنكاتي يا أخي مثلا صح؟ ويزع لنا تنكاتي بتصير يعني عموما أنا بدي أحكي لكم خبر تاني يكوننا نحكي فيه كمان قبل الهوى ولطيف يعني بدي أك أنت تحكي لي رأيك فيه لأنه يعني سألته اليوم عن رأيه فيه هيك والموضوع رأيه حبيته أنا فأحبب أن يحكي للناس عموما الخبر بتقراركم يعني بيحكي الإعلانات الإلكترونية بتشجع وبتزيد ربح الشركات أو المشاريع المتوسطة والصغيرة يعني أنت لما تكون عندك شركة معينة مثلا بدك تعلن بدي أعلن أنا ببيع كاسات أعلن عن كاستي هلأ صار يعني بعصر الإي ماركتنج والتسويق الإلكتروني وعصر العصر الإلكتروني عموما صار أنا بدل ما أروج مثلا أحط إعلانات بالشارع أو أوزع إعلانات ورقية لأ أنا بروح على الفيسبوك أو أي موقع من هاي المواقع بدفع توبروموت البوست تباعي أو المنشور تباعي أني أنا أزيد كمية الناس اللي بيستقبلوا المنشور وهذا الإشي بيسموه يعني واحدة من ميزات الإي ماركتنج أو هذا النوع من التسويق اللي اسمها إنباوند ماركتنج إنباوند ماركتنج يعني على عكس التسويق اللي قبل أو التسويق القديم أنه أنا زمان مثلا أنا عم ببيع كاستي أنا بنشر صورة أو منشور لكاستي بالشارع اللي رايح واللي جاي اللي مهتم بالكاسات واللي مو مهتم بالكاسات كله بيشوف الدعاي هلأ من هدول خلينا نحكي 5% مهتمين بالكاسات ممكن أوكي إنهم والله يصير بدهم كاستي هاي ويشتروها الإنباوند ماركتنج اللي عم بيصير لما إحنا بننشر على الفيسبوك بيقولك أنا ما رح أورجي دعايتك أو منشورك إلا للحدة اللي مستعد يشتري اللي بتوافق مثلا دخله مع سعر الإشي اللي عم بتبيعه اللي مهتم بالإشي اللي عم بتبيعه وبالبلد اللي أنت بدك ياه وبالمنطقة الجغرافية اللي أنت بدك ياه فغير شكل ومفهوم التسويق تماما فطبعا صار فيه هلأ حكي بأنهم ما بدهم يعملوا يحطوا ضريبة فأنت بتدفع لفيسبوك ما أخص الحكومة إشي بينكم بين فيسبوك الحكومة بدها تضيف أو عم تفكر تضيف ضريبة على هذه الإعلانات لا أتحدث حكومة لكي نكون بالسليم جهات رسمية أو توجه معين جهات رسمية يعني خلاص لا أتحدث لا أتحدث أعتقد أنهم الوضوع يعني اتفاقات معينة بين الحكومة وفيسبوك نفسها لأنه مثلا ماذا يرون الموضوع أو مبرراتهم أنه فيسبوك يأتي ملايين من المصاري من الإعلانات الأردنيين يدفعوا لفيسبوك على الشركة نفسها فهيسبوك تربح والأردن لا تطلع مصاري يعني لا تتفيد شيء فهنا اتفاقات معينة بين فيسبوك والحكومة أنه هذه المصاري يستحقوا جزء منها يعني أنتي أنا أعتقد أنه ممكن يصفل الاتفاق بين الحكومة وفيسبوك أن الحكومة تأخذ من فيسبوك جزء من الربح؟ لا هذا الشأة هذا التساغل مهم وكيف الآلي فيسبوك ستتفعل تتعليل الموضوع علينا لا أظن ذلك أظن أنه 10 دولار أنه أنا سأبدأ 10 دولار أظن أن الحكومة تزيد مثلاً لها 2 دولار مثلاً عبر بطاقتك الإيتمانية أو شيء يزيد بشكل أو بآخر لا تتعليل لأنه توجه ليس أكيد لكن يجب أن نقوم بأن هذه الأشياء ضريبة فيسبوك موجودة في الكثير دول العالم في أرلند حتى في دول عربية مثل مصر توجهوا لهذا الموضوع فأردن لن تكون أول دولة عموماً الحجة أو السبب الذي يعجو له هذه الخطوة لأنه يقول لك نعطي مجال للميديا أوتلت أو منصات الإعلام والترويج والإعلانات المحلية إنها تكسب فأنا ليه أروح مثلاً أدفع على فيسبوك ببساطة كشركة صغيرة أو مستقلة اللي هم small and medium enterprises بدل ما أروح لشركة إعلان أردنية أروح أعطيهم مصاري إنه روجولي منتجي بس هذا هذا نحن نعود إلى وراء نحن نمشي خطوة قدام باتجاه عصر حديث والتكنولوجيا ثم نعود إلى وراء ولكن أخبرك الآن لو فرضاً تعمل منتجات يدوية ويجب أن تتوزع الانتشار يعني توسع الانتشار غالباً لن تستطيع تحجز صفحة بمجلة أو إعلان بجريدة أو ما شابه فإلها السوق مفتوح سيسكر هذه الشركات سيكون حوالي 10 أو 20 دولار على قد الميزانية بالنهاية سيأخذها سواء فيسبوك أو أي شركة أو أي مجلة أو أي شركة هناك نفس الموضوع في ضريبة لا أريد أن أقول ضريبة هي بدل خدمات جمهورية للتجارة الإلكترونية حسنا هناك ويبسايت أو أواعي أو أغراض منزلية الإلكترونية أو أي شيء سيأخذ عليها ضريبة أو مبلغ معين مثل الأغراض التي أقل من 50 دينار سيأخذها سيأخذها ويأخذها فإن شاء الله تكون لنا صالح أننا ندعم التجارة المحلية لأن تجارهم يدفعوا هذا الجمهور الذي يبيعها ويأخذها 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 لا هروب لا هروب يعني عموما هي تطبقت من الآن وأكيد لها جانب إيجابي وجانب سلبي وإذا نحكي بهم نطور الحكاة